من المؤمل أن يصل لقاح فيزر إلى العراق هذا العام حيث وضعت وزارة الصحة ثلاث مراكز في كل محافظة لتجهيز الأمور اللوجستية عضو لجنة مكافحة كورونا في إقليم كردستان الدكتور داشتي المستاني قال أن هناك ثلاجات خاصة ستوضع لحفظ اللقاح الذي سيشمل تلقيح 20% من سكان العراق هذا العام مبين أن الأولوية في التلقيح ستكون للكوادر الطبية وكبر السن والأجهزة الأمنية بالحقيقة هناك لجام مشكلة في وزارة الصحة والبيئة الفيدرالية ووزارة الصحة الأقليم لتنظيم هذه الأمور وهناك خطة مسبقة والاستعدادات تجرى لوضع ثلاث مراكز في كل محافظة عراقية لبدأ بحملة التلقيحات وتحضير الأمور اللوجستية من ثلاجات وبرادات لأن لقاح فايزر بايونتيك تحتاج إلى ناقص 50 إلى ناقص 70 درجة حسب الاتفاقات وحسب اتفاق العراق مع منظمة كوفاكس مجموعة الدول مع الأمم المتحدة أن تستلم 20% من سكان العراق 8 ملايين من السكان يلقحون هذه السنة وأكثر من هذا في السنة القادمة إن شاء الله وإذا جرى تلقيح هذا العدد نصل إلى مناعة القطيع أن يكون 70-80% من السكان قد أقذوا اللقاح أو أصيبوا بالمرض لذلك خطورة الكورونا سيتلاشى بعد 2022 ويمكن أن نتخلى عن الكمامات